مدينة بيجي تم اعلانها من قبل مجلس النواب العراقي حقيقة هذه التسمية كانت فقط على الورق دون اي تخصيصات مالية تذكر من قبل الحكومة المركزية في بغداد بعد جولات مستمرة للسيد المحافظ جولات ميدانية في داخل قضاء بيجي وبعد الاطلاع على معالم الدمار الشامل التي حدثت في المدينة نتيجة تحرير المدينة من براتن العصابات الارهابية كان لهذه العمليات ضريبة كارثية على المواطنين بالتحديد اوعز السيد المحافظ بتنظيم حملة رفع انقاض تشمل مركز قضاء بيجي حقيقة اوعز السيد المحافظ الى كافة المؤسسات البلدية في محافظ الصلاح الدين بضرورة المشاركة في حملة رفع انقاض بيجي ورفع اكبر عدد ممكن في ضوء الامكانيات المتاحة من هذه الانقاض والنفايات المتراكمة في داخل الاحياء والمراكز وفي مركز قضاء بيجي باشرت الحملة في يوم واحد وعشرين ستة الفين وعشرين وحقيقة مستمرة لحد هذا اليوم استثنية ايام العطل والحضر باعتبار ان هناك اولوية للعمل فكان العمل مستمر على وطيرة متصاعدة بمشاركة مايقار باكثر من سبعين آلية اختصاصية من جميع المؤسسات البلدية في محافظ الصلاح الدين اضافة الى الدوار الخدمية الاخرى الكهرباء والماء والمجاري